في الزمن الاول منذ البدء سبق الغراب بين البشر بتقاليد كرامة دفن الموتى لكن اليوم يتضح هذا المشهد ليس بحثا عما تخفي الارض في بطونها انما هو البحث عن جسد ورية تحت الثرى ما تصاحبه على دين الاسلام دين السلام في العراق على وجه التحديد قد يخدع المرء حتى بعد موته فلا يجزى الا بصنيع العابثين بجثث الموتى وكأنه انتهاك للبشرية وقد قيل هذا الاتهام على لسان النابشين في القبور ليجدوا ان فقيدهم لم يكن في قبره هاي بالستة الافة اشف مقبرة اشقتها اكثر من ستة الاف واحد انا واحد من الناس اخوي بدون تشفن لقينا وبدون تخسيل اتوفى يوم ستة عشر ستة اندفن يوم عشرين ستة بدون غسل وبدون تشفن في الموت لغة لا يتقنها الا الباكي على فقيد جل ما يقدمه له كرامة لروحه ان يدفن بشريعة الاسلام ديانة الدولة الرسمية تتبرع فرقة الامام علي القتالية بدفن الموتى بشكل مجاني فالحدث الصحي الاصعب على العراق المتمثل بانتشار جائحة كورونا يلزم تنفيذ دفن موتى الفيروس المستجد بطريقة احترازية وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية الفرقة اصدرت بيانها توضح ان بعض النبشين للقبور رفضوا التقيد بتعليمات بعض المجاهدين وكان الاعتداء بالنبش ليتم تحويلهم الى شرطة النجاف هي لغة العبث لا تحترم الانسانية في حياتها او ما بعد الموت وحدث ان الفساد قد يحدث على شكل تجارة للموت لكن بين التقيد بما فرضه كورونا وما بين التقيد بشريعة الاسلام وطريقة الدفن يبقى العراقيون اهل كرامة عززوا نفس في دنياهم مكرمون في قبورهم الى يوم يبعثون ترجمة نانسي قنقر